اشتركوا في القناة ما زال في منزلة الثرية وهي جيدة تنفع للبدء بكل شيء جديد وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإغفاء الأمور ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 12 و5 دقائق بعد منتصف الليلة لا ينتقل بعدها لمنزلة الدبران يعني أغلب النهار رح تكون في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر ما زال موجود في برج الثور وتأثيره رح يكون على جميع الأوراج يعني نشعر بالحذر أكثر ومن ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع بالبيت ومشاهدة التلفاز مثلا أما بالنسبة للزوايا الفلكية فعندنا زاوية وحيدة اليوم هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتن وهاي رح تكون في تمام ساعة 24 دقيقة يعني مساء نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية وبيتعزز لدينا برضو الخيال الخصب وبيقوى الحدس بشكل كبير وعليه في أن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة لأخلو المسار القادم فرح يكون يوم 29-11 رح يبدأ في تمام الساعة 12 و28 دقيقة بعد الظهر ورح يستمر حتى تمام الساعة 14 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر القمر شبه المكتمل 13 يوم في تمام الساعة 31 و32 دقيقة بعد الظهر بيصبح 14 يوم نسبة الإضاءة 94% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 مزاجها سعيد بنسبة 14% ولكنها ما زالت محترقة يعني ما بتشكل زوايا أما بالنسبة للقمر في الثور فهو 29 يعني حتى يوم 29-11 رح يظل في الثور منتحس بنسبة 25% يعني لساعات العصر بعدها بصير سعيد أما بالنسبة لعطارد في العقرب حتى يوم 1-12 مزاجه سعيد بنسبة 70% الزهرة في العقرب حتى يوم 15-12 منتحسة بنسبة 10% المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 مزاجه سعيد بنسبة 15% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحسة بنسبة 25% الزهل في الجدي حتى يوم 17-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% أورا نصف الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 مزاجه منتحس بنسبة 15% نبتن في الحوت بيتراجع لآخر يوم مزاجه بدأ بالاعتدال أكثر فهو سعيد ولكن بنسبة 14% يعني رح ينتهي التراجع يوم غدا بالنسبة لبلوتوف الجدي مزاجه سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة بتدخل نوع من أنواع التحسين على ميزانيتكم بتعالج استحقاق مالي أهم إش أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقخ بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشي أنك تتفاعل برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة لتتشجع لمواجهة واقع صعب بتمارس إرادة قوية مع اندفاع وحماسة وبتنتصر على كثير من الاعتبارات برج الجوزاء يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا توقع على العقد ولا تبدأ بعمل جديد هاي فترة فارغة من الحض حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء لا تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك من أسوأ أيام الشهر تعتبر هاي الفترة لأن القمر في بيت المتاعب برج السرطان تسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته أهمش إنك ما تبقى وحيد الظروف واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتك تفرح بدعم جهة ما أو بتتحدث النجوم والفلك عن لقاءات وتعاون متبادل برج الأسد يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهمش إنك ما تتدمر من كثرة الأعباء الضغوط كبيرة ولكنها فترة مهمة ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك سيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالإنزعج برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بتجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور هاي الفترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب معك الفترة هاي بتحمل للبعض سفر محتمل برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية سارع لتهديئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة تصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها ممكن تنشغل بمعاملة أو أوراق برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم اتجنب الإنفعالات اللي بتخفي عداوة لا سيما مع الإدارات والمسؤولين بحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنه الاحتمالية الخسارة عالية والخصم ممكن يكون قوي وشرس برج القوس رغم تراكم العمل أنتوا قادرين على إنجاز حصة الأسد منه نضموا جدوى الغذاءكم واخذوا قسط كافي من الراحة لا تلتهي ومن المستحسن أنك تبدأ عملك باكر إذا أردت نتائج مرضية فترة مثمرة وسعيدة تتلقى نتائج لجهودك السابقة وبتنطلق في مرحلة جديدة برج الجدي ابترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أهمش أنك ما تتردد في التعبير عن عواطفك حاول تكريس مزيد من الوقت للأحباء ابتنموا بعض العلاقات وبتزدهر لكن لا تسمح للشؤون الشخصية بالتأثير عليك برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن تنشغل بمسائل عائلية أهم شيء أنك ما تترك أحد يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك حاذر من الخلافات وما تضخم الأمور بتبدو أمرها في الحس والإحساس ومتوتر بسبب قلق من مسألة ما الفترة هاي للبعض فيها إما سفر أو اتصالات أو ارتباط ولكن متك تحذروا من بعض الوعكات الصحية برج الحوت بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والتنقلات والاتصالات وحتى سفر قصير يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون عندكم نوع من أنواع تعامل مع أخ أو جار حافظ على الموضوعية والهدوء والرصانة حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة الخاطر وقوة الأفكار والأعذار بتتمتع بالدينماكية والحماسة بشكل كبير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة